اشتركوا في القناة وقلنا شو الفرق بين العقل والنقل ثم تكلمنا فيه عن عدة افكار تكلمنا عن مشكلة العلاقة او العلاقة بين الدين والعقل في الفكر الانساني ثم تكلمنا عن مشكلة العلاقة بين العقل والنقل في الفلسفة العربية الاسلامية وهي مرت في مرحلتان المرحلة الاولى هي مرحلة علم الكلام وتصدر لتلك الفترة فرق كلامية مثل فرقة المعتزل فرقة الأشعارية فرقة أهل الحديث وغيرهم أما المرحلة الثانية فأصبحت مصطلحات علم الكلام لا تتوافق مع توسع العمراني والحضاري والثقافي في الديانات والمجتمعات الأخرى فكان لابد من نشأة الفكر الفلسفي والمصطلحات الفلسفية لضحط أي لضحط أي لإبطال المستشرقين أو الذين يطعنون في الدين الإسلامي فكان من أعلام هذه الفترة هو الكندي والفارابي وأيضا ابن سينة وأبن الطفيل تكلمنا عنهم بالتفصيل وتكلمنا أيضا عن موقف ابن رجد من العلاقة بين الدين والفلسفة وكيف شن الإمام الغزالي هجوما على الفلسفة والفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة رد عليه ابن رجد في كتابه تهافت التهافت وقال محتوى كلامه أن الفلاسفة إن أصابوا يثابوا وإن أخطأوا يعذروا وأيضا ألف كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال وجوهر هذا الكتاب هو البحث اللعقل أو حكم الشريعة في الفلسفة أو تعلم الفلسفة فاستنتج من أخيرا وصل إلى نتيجة أن دراسة الحكمة أي الفلسفة أمر أوجبه القرآن وحضت عليه الشريعة واستدل على ذلك بعدة آيات قرآنية منها فاعتبروا يا أولي الأبصار وفي آي أخرى تقول أو لم ينظروا في ملكوت السماوة والأرض وما خلق الله من شيء وصلنا لعند فقرة رابعة من هذا الدرس بقي عندنا فقرتان هي ضرورة التأويل والحس النقدي عند أبو الرجد الآن سنتكلم عن ضرورة التأويل وكيف صنف أبو الرجد الناس حسب طرائق استدلالهم إذن وصلنا لعند الهدف الرابع من هذا الدرس وهو أصناف الناس الثلاثة حسب طرائق استدلالهم الفقرة بعنوان ضرورة التأويل يعني كيف ضرورة التأويل يعني ضرورة تأويل للنص القرآني من أجل أن يفهمه الناس في بعض الآيات القرآني أو النصوص غامضة لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها فلابد من تفسير وتأويل لها عن طريق العلماء والفقهاء المسلمين والفلاسفة المتمكنين بعد أن أثبت بعد أن أثبت من هو الذي أثبت إبو الرشد أن تعلم الفلسفة واجب في الدين استنتج أن الفلسفة لا تعارض الشريعة ولا تخرج عليها إذن من خلال دراسة موقف إبو الرشد من علاقة بين الدين والفلسفة استنتج أن الفلسفة لا تعارض الدين وأمر أوجبه أو الحكمة أمر أوجبه الدين أو حضت عليه الشريعة استنتج برشد أن الفلسفة لا تعارض الشريعة ولا تخرج عنها علل ذلك قال الجواب لأنه لا يعقل أن يأمر الشرع باتباع ما يخالفه أو يتناقض معه اعتقد برشد أنه إذا اختلف العقل مع النقل فيجب تأويل الثاني لوافق الأول قلنا نحن في فرق بين العقل والنقل زهراء مصطفى شو الفرق بين العقل والنقل استاذ العقل يعني هو شيء من نعرف فيه وأما النقل يعني أنه واحد الإنسان ينقل المعلومات منه لا غيره إنه من إنسان لا آخر جوابك جيد شكرا يا زهراء بدى شادية عندك جواب أحسن يا شادية إلى نفس جواب زهراء استاذ نفس الجواب إذن العقل إذن العقل لاحظوا معي هو الأداة التي نفهم من خلاله مضمون النص القرآني أو الآية القرآني أما النقل فهو النصوص الشرعي أي الكتاب والسنة إذن النقل يعني الإجانة عن طريق النقل عن طريق التواتر عن طريق نزل عن طريق الوحي نصوص قرآني ثابت نقل انتقل إنا عن طريق العلماء والمفكرين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى زمن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم انتقل إلينا عن طريق الأجيال أو عن طريق العلماء المسلمين والقرآن لله الحمد هو محفوظ في أي قرآن تقول إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون في كتب سماوي كتير نزلت على سيدنا نوح ونزلت على سيدنا نزلت على سيدنا داود وفي كتب نزلت على سيدنا موسى وكتب نزلت على سيدنا عيسى وفي أنبياء ورسول القادمين فإذن كل صار فيه تحريف إلا القرآن ولله الحمد فإذن هذا مقصود فيه النقل بالإضافة للحديث النبوي الصحيح إذن اعتقد أبو الرشد أنه إذا اختلف العقل مع النقل فيجب تأويل الثاني لوافق الأول على ذلك قال لأن العقل هو الأداة التي يمكن من خلال يفهم مقاصد الشريعة إذن من خلال العقل نستطيع فهم مقاصد الشريعة الإسلامية المقاصد الشريعة شو معنى كلمة مقاصد معنى كلمة مقاصد أن للشريعة مقاصد وغايات المقاصد هي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال أما الغايات هي التي تحقق منفع على الفرد من خلال المقاصد أو أصول الدين كيف تحقق منفع على الفرد؟ طيب لم يلين نحن منجي النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه يعني يأخذ من ورس تجاره إذا مات يعني لا إذا أنا صرت صديق أنا مع جاري كنت حسن وجيد فإذن الحياة تصير متكاملة ما في أصعب من الجيران إذا تزعل مع بعض أو الأولاد صار خلافة الأولاد والجيران لأنه كل ما يتقاتل الأولاد يتقاتل الجيران لذلك أمر خطير جدا يهمنا أسباع عدور بسبب الخلاف بين الجيران لذلك المقاصد هي الحفاظ على نفس الإنسان أما الغايات فهي تأمين السلام والسعادة للإنسان والنفع صنف أبو الرشد الناس إلى ثلاثة أصناف بناء على اختلاف تفكيرهم واستدلالهم وهم إذن صنف أبو الرشد أنه قال ضرورة التأويل لما لاستنتج أبو الرشد أنه تعليم الفلسفي أمر لا تتعارض مع الشريعة واعتبر أنه في ناسهم أولى الناس بالتأويل فقال الناس قسم الناس لثلاثة أصناف ممكن للناس بحق الله التأول للآيات القرآنية أو تفسر القرآن الصنف الأول هم الخطابيون وهم الجمهور الغالب يعني سواد القوم يعني أكثر الناس عامة الناس الذين يعتمدون على الاستدلال الخطابي والمسجلات الكلامية بعرض آرائهم وإثبات الحج عليها وهؤلاء غير مؤهرين لتأويل النص القرآني يعني مثلا في عالم خطيب منسجد في خطبة الجمعة أو في درس من الدروس أعطى درس فتكلم عن آي قرآني وفسره حفظة واحد علق في ذاكرته شيء معين فما بيقدر هو إذا واحد سأل يرجع يقدر الجاوب لأنه هو يحفظ شيء من الآي جزء من التفسير ما حفظ التفسير كله فإذا بدير يناقش واحد غير مسلم أو من ديانة أخرى فما بيقدر هو يأول ما بيقدر ليش لأنه هو هذا خطابي سماعي مثل ما سمع النقد طبعا هي ما نقول نحن الأمر بالمعروف أو الدعوة إلى الله عز وجل واجبي بس ولكن بين المسلمين طيب لكن هدول الخطابيون من أهل أنه يخاطب الناس اللي غير مسلمين لأنه ذوك قد يكون عنده الحج قوي بجزء يأسره على اللي يبدأ يتكلم أما الجذليون فهم الذين يعتمدون على الاستدال الجذلي في إثبات حججهم وعرض آرائهم يعني كيف جذلي؟ أنا عندي حج معينة بدأ يجادل بشان أثبت أنه أنا رأي صح طيب بدون الاعتماد على معرفة حقيقية أو علمية أو الاستناد إلى مراجع علمية علوم ثابتي صحيحة فإذن هن بيجادلوا بدون ما يكون عندهم أيضا مرتكز علمي صحيح أو يستندوا على علمي مرتكز علمي حقيقي فهون عنا تعليل يقول الجذليون ليسوا من أهل التأويل أو ليسوا أهلا للتأويل علل ذلك قال لأنهم يعتمدون على الظاهر اللفظ والمعرفة الظنية يعني هن بيعتمروا على الأمور الظاهرية ما بيقدروا يغسوا في العماق إذا واحد سأله مثلا سأله واحد عم يتكلم سأله في قضية معينة فبيقع في إحراج لأنه ما عنده معرفة حقيقي أو عنده ألمام كامل في هذه الميدان صنف الثالث وهو البرهانيون وهم الذين يعتمدون على الاستدلال العقلي اليقيني يعني يعتمدون على الاستدلال العقلي عن طريق العقل واليقين يعني شون يقين يعني شيء ثابت موسوق واحد زائد واحد يساوي اثنين أنا أسمع صوت المطر فأنا تيقنت أن السماء تمطر هذا معرفة يقينية إذن الأمور اليقينية هي اللي بيكون نحن نستطيع أثباته عن طريق العقل أو عن طريق التجربة لبلوغ المعرفة الحق وهؤلاء هم الأولى بالتأويل إذن الصنف الأول غير هم سواهد القوم والصنف الثاني عنده شيء من العلم ولكن لا يوجد عندهم إلمام كامل في العلم ما عنده الاختصاص معين يعني واحد مثلا بيعرف بشغلات معينة في الطب مثلا مثلا بيعرف من خلال خبرته القديمة كانوا قديما الحلاقين هني اللي يسيروا أطباء هني اللي يداووا هني يعالجوا اللي يشيروا فهني كانوا أطباء يا ترى لما يتطور العلم نحن نروح لعند الحلاقين أو لعند الناس اللي بيكونوا عنده خبراء بالطب لما نروح لعند الاختصاصي أكيد رح نروح لعند الاختصاصي فإذا لاحظوا معي كل ميدان أو كل اختصاص له أهله مثلا هلأ نحن في حركات الزلزال وصار فيه تصدع نحن ما نروح لعند معمار وقلوا تعشفنا أشهر العمار لا نروح لعند مهندس المهندس هو أولى الناس بمعرفة التصدع وكيف تدعيم البناء وهنا بالنسبة لأمور التفسير الآيات القرانية فاعتبر أنه البرهانين هم أولى الناس بالتأويل على الزارقة لأنهم أقدر الناس على فهم مقاصد الشريع قلنا مقاصد الشريع إلى مقاصد معينة هي حفظ الدين بما فيه من أحكام وآيات وتشريع أيضا حفظ النفس البشرية بكافة الوسائل وقص على ذلك وحفظ العقل حفظ المال فإذن كل الأشياء اللي بتحافظ على حياة الإنسان بتحافظ على سعادة الإنسان هي مقاصد الشريع وهمة هي حفظ الدين قال اعتبر أبو الرشد أن الفلسفة لا تعارض الدين إذن الفلسفة عند أبو الرشد لا تعارض الدين يقول في ذلك الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له إذن من خلال دراسة أبو الرشد من خلال تعمق أبو الرشد في الأفكار القديمة والحديثة فدرس الفلسفة درس الفلسفة في كافة أوجهة درس الفلسفة الأرسطية درس العلوم الدينية فهو استطاع من خلال العلم أنه إثبات أن الفلسفة لا تعارض الدين لهن أحنا بيكون انتهينا من ضرورة التأويل ممكن يجينا سؤال التعاليل ممكن يجينا سؤال مثلا ما هي الأصناف الثلسفة التي صنفها أبو الرشد حسب طراق استدلاعهم فمن نسكول الخطابيون الجذاليون البرهانيون مع الشرح ممكن يجينا سؤال اختيار متعدد ليسوا من أصناف السلاسفة التي صنفهم أبو الرشد في طراق استدلاعهم يعني شون استدالهم يستدل على شيء من شيء آخر استدل على الطريق من خلال المرة أو القافلي أو السيارة استدل على المدينة من خلال نقاط العلام أو المخطط اللي بيكون معه إذن ليسوا من الأصناف الثلاثة ممكن يكتبوا الخطبيون الجذليون البرهانيون ممكن يحطوا مثلا التأمليون أو العقليون فإذن ما بيصير أنه يكتبوا واحد بدي يعرف إنه هو الجواب الصحيح ممكن ممكن يكتبوا مثلا قارن بين الخطبيون والجذليون أو البرهانيون والجذليون أو ممكن يقول مثلا عرف الخطبيون أو عرف الجذليون أو عرف البرهانيون فإذن بحفظها ضروري حفظها أيضا في تعليل كتير هامة من بيناتها البرهانيون هم أولى الناس في التأويل موجود في الأسئلة النهائية أيضا اعتقد أبو الرشد أنه إذا اختلف العقل مع النقل فيتجب تأويل الثاني الوافق الأول تعليل كتير هاما وصلنا لعند خامسا الحس النقدي عند أبو الرشد هي الفقرة الأخيرة من هذا الدرس قال أكد أبو الرشد ما معنى عفوا ما معنى الحس النقدي شو معنى الحس النقدي قال الحس النقدي أي أن الإنسان لا يتقبل أو لا يتبنى أي معلومة أو أي فكرة إلا بعد محاكمات عقلية وبعد فحصها وتأكد من صحة مصدرها وتأكد من صحتها فالحس النقدي عند أبو الرشد أنه أبو الرشد أنه أي معلومة لا يمكن القبول بها إلا إذا تأكد من صحتها واعتبر أن الحقيقة يجب أن لا تكون ملكا لقوم دون غيرهم إذا أكد أبو الرشد في فلسفتي أن الحقيقة ليست ملكا لقوم دون غيرهم هاي أول فكرة إذا أجعنا سؤال تكلم عن الحس النقدي عند أبو الرشد نقول أولا أكد أبو الرشد في فلسفتي أن الحقيقة ليست ملكا لقوم دون غيرهم اثنين دعا إلى الانفتاح على ما لدى الشعوب من معارفة فلسفات أنه لا يصير نحن تعصبين أو انغلاقيين خلينا نشوف العلوم التانية نستفيد منها كما نحن ما عم نستفيد من الحضارات الأخرى مثلا عن طريق الموبايلات السيارات الكمبيوترات الوسائل الأدوات الكهربائية الأدوات المنزلية نحن نستفيد من غيرنا فمننفتح على غيرنا الشيء اللي يفيدنا مناخده والشيء اللي يعرض ديننا ما مناخده ثلاثي عد أبو الرشد فيلسوف العقل عنده العرب لماذا؟ قال لأنه آمن بتطور العقل البشر وقدرته على المعرفة إذا جاءنا سؤال عد إبو الرشد فيلسوف العقل عنده العرب عليه ذلك قال لأنه آمن بتطور العقل وقدرته على المعرفة قال العقل هو عنده قدرة على المعرفة وما أنه ما لا يمكن معرفته اليوم سيتمكن العقل من معرفته في المستقبل نعطيه مجال إذا توفرت له الأدوات وتوفرت المراجع هيستطيع العقل الوصول إلى الأشياء التي لا يوجد لها تفسير في الوقت الحالي آمن بتطور عد بالرشد فيلسوف العقل عنده العرب إذا جاوبنا لأنه آمن بتطور العقل والبشر وقدرتها المعرفة لهم بيكفي بس إذا كفينا بيكون أفضل لاحظوا معي هلأ نحن في عنا فيلسوف العرب وفي عنا فيلسوف العقل عنده العرب أحيانا بيخيطؤونه طيب فيلسوف العرب من هو الذي يعد فيلسوف العرب فضل يا ميساء يا أستاذ فضل تهزي الكندي الكندي أحسنتي شكرا يا ميساء إذا الكندي لقبي فيلسوف العرب وفيه تعليل لماذا؟ قال لأنه نقل التفكير الإنساني من علم الكلام إلى الفلسفة أو التفكير الفلسفي لذلك انتبهوا لهالموضوع هذا ممكن يجينا سؤال لقبي فيلسوف العقل عند العرب هناك العرب فيلسوف العرب بشكل عام الكندي فيلسوف العقل لأنه أعطى أهمي للعقل من هو أبو الرشد لذلك قال أنه فيلسوف العقل فأعطى أهمي للعقل ليش؟ لأنه هناك تعليل لأنه آمن بتطور العقل البشر وقدرته على المعرفة فإذا انتبهوا أنت لا يصير عندما تكون أخطاء أحيانا بيحطوه بالصحة والخطأ لقبي الكندي بفلسوف العقل عند العرب خطأ ليش؟ لأن الفلسوف العقل عند العرب أبو الرشد أيضا إذا قلنا لقبي أبو الرشد الفلسوف العرب خطأ لذلك اتبهوا كلمة العقل تتبع لأبو الرشد العرب بشكل عام الكندي قال أثرت أرائه في كثير من الفلاسفة الأوروبيين إذن هذه أيضا فكرة أراء أبو الرشد أثرت في الفلاسفة الأوروبيين في عصره وفي زمانه أسهمت شروح أبو الرشد في تعميق العقلانية الفلسفة الأرسطية أرسط عنده فلسفة عنده أبحاث عقلانية فاتبناها أبو الرشد وأسقط على الفلسفة العربية وشرح ونشر في البلاد العربية وكانت أساسا للحركة الرشيدية الرشيدية اللاتينية أو الرجلية اللاتينية في الغرب التي قامت على الحقيقة المزدوجة بين العقل والنقل إذن الحركة انتشرت في بلاد أوروبا بلاد الغرب في زمان أبو الرشد سميت الرشيدية اللاتينية عبر عنها يعني شو الحقيقة مزدوجة بين العقل والنقل عبر عنها دوبرابانت قائلا قد يتناقض العقل مع نتاج الوحي يعني يصير تناقض بالظاهر أنه أنا العقل بجوزة الشغن ما يقبله أما الوحي هو أنزل عند إذن يجب أن نقبل الاثنين معا ما نقبل بتنتين معا ليش لأنه لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل هاي أهم الأفكار موجودة عند أبرشد على الحسن نقبل عند أبرشد ممكن تجينا سؤال رئيسي ممكن تجيب بسيقة موضوع لأنه فيه كتير أفكار فكرة الأولى كان أبرشد في فلسفتي أكد أبرشد في فلسفتي أنه حقيقة ليست ممكن لقوم دون غيرهم هاي فكرة دعا لانفتاح على الشعوب فكرة عد أبرشد فيلسوف العقل عند العرب فكرة آمل بتطور العقل البشري فكرة أثرت آرائه في الفلاسفة الأوروبيين فكرة أسمت شروح أبرشد في تعميق العقلانين الأرسطي عقلانين الفلسفة الأرسطي فكرة كانت أساسا يعني فلسفة أبرشد أساسا للحركة الرشدية اللاتينية أو الرشدية اللاتينية لسلة لأبرشد فكرة رأي أكد أن الحقيقة مزدوجة بين العقل والنقل ممكن تكون فكرة عبر عن ذلك دوبرا باينت أيضا قول دوبرا باينت ممكن تكون فكرة قد يتراقط نتاج العقل مع نتاج الوحي عند ذلك يجب أن نقبل بإثنين معا ممكن يجينا سؤال الذي قال طاحب المقولة قد يتراقط نتاج العقل مع نتاج الوحي عند إذن يجب أن نقبل بإثنين معا من هو صاحب هذه المقولة يحطو لكم اثنين ثلاثة دوبرا باينت هو صاحب هذه العبارة فحفظوها إذن هاي يقول لهم نحن بيكون انتهينا من درس ابن رجل أحيانا ممكن يقول كيف يتعارض العقل مع النقل أنا مثلا إذا قلنا سيدنا موسى لم لي الله عز وجل سألوا أحد قومه أحد الناس من قوم سيدنا موسى من بني إسرائيل قالوا يا نبي الله هل يوجد على وجه الأرض في هذا الزمان أعلم منك في أحد أعلم منك فصفن سيدنا موسى وقال لا فالله عز وجل أوحاله أنه في مجمع البحرين في رجل هو أعلم منك فذهب فكانت همته عادي هو كان يكلم الله في جبل الطور ورغم ذلك فهو يذهب وراح ليشوف أنه يتعلم منه فالتقى برجل رجل حتى إذا بلغ مجمع في آية قرآن في سورة الكهف حتى إذا بلغ مجمع البحرين وجد مدينه مجمع البحرين وجد عبدا من عبادنا آتيناهم من لدنا ما نحفظه لأي بشكل دقيق أنه يعني الله أعطاه علم إلي حفظه يذكرني فيها نسيتها أنا حفظه فإذا لم اللي بشي معه قال له أنت ما بتصبر على هالكلام عقلك ما بيتحمد لم اللي خرق السفيني وهي كانت لناس بسطاء فقراء بيستفيدوا منها بيركبوها الناس فيها وينقلوهم عبر البحر فما تقبل عقله فإذا أحيانا بيتعارض العقل مع النقل لو ما نفسر له بعد ما نقاطع أنه أشعر الحكم من وراء هذه الأمر كان سيدنا موسى ما بيتقبل عقله لذلك بدل العقل دائما في بعض الأمور لازم يسلم فيها الذين يمنون بالغيب نحن من آمن في ملائكة على كتافة بس ما أنا شايفينون على اليمين يكتب الحسنات وعلى الشمال يكتب السيئات في أي قرآن تقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب على اليمين وعتيد على الشمال فهو نحن بيكون انتهينا من الدرس